ربنا معايا أنا وبناتي علياء باسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد أعلنت علياء باسيوني الزوجة الأخيرة للفنان أحمد سعد انفصالهم وكشفت العديد من التفاصيل المفاجأة في منشور لها نشرته عبر حسابها انستجرام واللي كتبت فيه الحمد لله على كل شيء تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته حابة أشكر أحمد جدا على أصله الغير طيب ومعدنه السيء وحابة أقوله شكرا على قرارك اللحزي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تماما وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكان يقبلها وكل ده علشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته وما كنتش حابة إنه ينتهي شكرا على توقيتك الجميل وأنا أعدى ببنتي ثلاث أيام وانت مش عارف حاجة عشان مشعول في الساحل وخرجاته وبعدها شغلك أكبر شكرا على المقلب اللي أنا خدته في العلاقة دي وكنت فهمة إني ليها إيمة بابني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى ربنا معانا أنا وبناتي في الجاي وينتئم منك ويدي لك على قد كل حاجة حصلت وكان أحمد سعد تزوج سلاس مرات سابقا الأولى كانت من لبنى بيومي أم أولاده والتانية من الفنانة ريمي البرودي والتالتة الفنانة سمية الخشاب